فاللي عايز بس أقوله أنه ما بلاش نفرح في بعض في الأحزان أو في المشاكل أو في الأزمات يعني خلي تنافسنا في كرة القدم لكن طول ما في عقليات مريضة طول ما في عقليات خيبة طول ما في ناس فكرة أنها ما مش عارف أتقوله فالجمهور حيفرح خلت واحد النهاردة يطلع على له يا زيزو ديتك طلقه طلقه يا زيزو أنا بقولك طلقه وخلص عليك ده بجد ده فيديو منتشر ده فيديو موجود وما حدش أعمل حاجة خلي بال حضراتكم ولو أنت فرحان بجمهورك كده هنيهلك يا فعل الخير والسواء إحنا مش هنخاف على ابنك أكتر منك أنت لو خايف على ابنك وعايز تاخد إجراء اتفضل لو مش خايف وبتأيد هذا الكلام يقول لك هروح أولع في بيتك وهي طلقه وخلص عليك وأنا بقول لك أول قدام الناس كلها وقدام مصر كلها هاتوا بكرة في النادي وكرموا عشان ده خايف على النادي فلازم تجيب المشجع ده بكرة في النادي وتكرموا تقول ده نموذج للمشجع الصالح اللي بيحب النادي اللي بيخاف على النادي لدرجة أنه هدد أهم لعيب عندي بالقتل حبا في النادي فلازم نكرمه وندي له عدوية فخرية وشرفية وكل أنواع العدويات لازم تعمل كده الحقيقة والأخ هاده بجلس إدارة ده لازم يعمل برضو للرجل ده تكريم يليق بحبه للنادي لأوعة ما تعملش كده حزعل منك حزعل منك ده مش استفتاء مجلة ولا بتاع لا يا حبيبي ده فيديو موجود بس عيب أن أنا أعرضه هنا فأنت لازم تكرمه تقول لهم وتاخدوا قدوة كده ونموذج للمشجعين عندك بص اللي بيحب النادي لدرجة أنه هدد زيزه بالقتل لو ساب النادي مشجع مشجع وجاي على هاوى البعض يعني وفي ناس أمزجيتها كده يعني ولا أنا مش واخد بالي وجايز إعلان أنه كتفيخ نقل الإمام وربنا كرم وعدت على خير